سلام الله عليكم سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم سنتطرق لنص الشعري المندرج دمنا الأسبوع الرابع من الوحدة الرابعة مجال الحرفي والمهن المرجع المفيد في اللغة العربية للمستوى الثالث إذن نبدأ على بركة الله قبل قراءة النص الشعري والإجابة للأسئلة المرافقة للنص دائما نبدأ بأسئلة ما قبل القراءة ولاحظ وأتوقع ولاحظ المشاهد وأذكر ما تعبر عنه ولاحظ المشاهد وأذكر ما تعبر عنه إذن لاحظوا معي في الصورة الأولى حرفي يقوم بالنقش على النحاس في الصورة الثانية سيدة تقوم بالتطريز الصورة الثالثة سيدة تقوم بنسج الزرابي إذن هذه الصورة تعبر عن نسج الزرابي الصورة الرابعة النقش على الجبس والصورة الرابعة الصورة الخامسة صناعة الفخار إذن تعبر المشاهد عن صناعات تقليدية مختلفة إذن تعبر المشاهد عن صناعات تقليدية مختلفة أو حرف حرف عن حرف يدوية مختلفة إذن تعبر المشاهد عن حرف يدوية مختلفة أو صناعات تقليدية مختلفة النقش على النحاس الطرز النسيج أي نسج الزرابي النقش على الجبس وصناعة الفخار النقش على النحاس الطرز أي نسيج الزرابي النقش على الجبس وصناعة الفخار من خلال المشاهد أكمل العنوان بما أراه مناسب إذن من خلال المشاهد نستطيع أن نقول على سبيل المثال أصحاب الحرف الحرف تقليدية أو أصحاب الحرف اليدوية السؤال الآخر من خلال المشاهد والعنوان أتوقع ما ستحدث عنه أنشودة أصحاب الحرف إذن من خلال المشاهد والعنوان أتوقع أن الأنشودة ستتحدث عن المهارة التي يعرف بها أصحاب الحرف إذن من خلال المشاهد والعنوان أتوقع أن الأنشودة ستتحدث عن المهارة التي يعرف بها أصحاب الحرف إذن لننشد أصحاب الحرف نحن أصحاب الحرف ليس يعنينا الترف ولنا كل الشرف أننا نحيي المهن نحن أهل للبراعة في أساليب الصناعة ولنا في كل ساعة نهضة في كل فن فضل صناع البلاد كل يوم في ازدياد ولهم في كل واد حسنات ومنا إن تكلمنا فصدقنا أو تعاملنا فحقا هكذا بالخلق نرقى ثم يرقى كل فن إن للأوطان دينا قد كتبناه علينا كل شيء في يدينا هو حق للوطن للشعر أمير شعراء أحمد سوقي إذن أنا مجمي أبين الشرح المناسب للكلمات المكتوبة بالأخضر إذن الطرف هل هو التناعم الراحة أمي الكسل أمي الفقر إذن الطرف هو التناعم إذن نحن أصحاب الحرف ليس يعنينا الطرف ليس يعنينا الطرف بمعنى التناعم البراعة الجمال المهارة الجودة أمي الحسنة إذن البراعة المهارة نحن أهل للبراعة في أساليب الصناعة بمعنى المهارة نرقى نثبت نصل أم نسمو أم ننزلو إذن نرقى بمعنى نسمو نرقى بمعنى نسمو أكمل شبكات مفردات شبكة المفردات لكلمة الخرف إذن نجارة بناء خزف أو الخزف النقش التطريز الحياكة أو النسيج إذن نجارة بناء الخزف النقش التطريز الحياكة أفهم من المتكلم في النص إذن المتكلم في النص هم أصحاب الحرف لاحظوا معي يتكلمون ويقولون نحن أصحاب الحرف إذن المتكلم في النص هم أصحاب الحرف المتكلم في النص هم أصحاب الحرف ما البيت الذي يتحدث فيه أصحاب الحرف عن أخلاقهم إذن نعود إلى النص نجد أن البيت 1-2-3-4-5-6-7-8 البيت الثامن هو الذي يتحدث فيه أصحاب الحرف عن أخلاقهم حيث يقولون هكذا بالخلق نرقى ثم يرقى كل فن إذن البيت الذي يتحدث فيه أصحاب الحرف عن أخلاقهم والبيت الثامن والبيت الثامن ماذا يحيي أصحاب الحرف سهو أن تجاوز هذا السؤال ماذا يحيي أصحاب الحرف إذن إننا أننا نحيي المهن إذن يحيي أصحاب الحرف المهنة التقليدية المعتمدة على اليد يحيي أصحاب الحرف المهنة التقليدية المعتمدة على اليد ماذا يبين أصحاب الحرف في نهاية النص إذن لاحظوا معي نهاية النص كل شيء في يدينا هو حق للوطن إن للأوطان دينا قد كتبناه علينا كل شيء في يدينا هو حق للوطن إذن يبين أصحاب الحرف في نهاية النص عن أخلاقهم وانتمائهم لوطنهم إذن يبين أصحاب الحرف في نهاية النص عن أخلاقهم وانتمائهم لوطنهم السؤال الرابع ألوين الخانة غير مناسبة يتحدث أصحاب الحرف في النص عن حبهم للحرف أم براعتهم في العمل أم كرههم للحرف أم واجبهم وطني إذن الخانة الغير مناسبة هنا حبوم الوطن وردت في النص براعتهم أيضا وواجبهم وطني ولكن الخانة الغير مناسبة هي كرههم للحرف أصحاب الحرف بالعكس يحبون الحرف التقليدية اليدوية ويبرعون في عملهم وأيضا يعتبرونها واجبا وطنيا أحدد الإختيار الصحيح أعجبتني هذه الأنشودة لأنها سهلة الفهم سهلة الإنشاد تبين فضائل الحرفيين إذن كل واحد سيختار إحدى هذه الخيارات هل أعجبت هذه الأنشودة لأنها سهلة الفهم أم سهلة الإنشاد أم أنها تبين فضائل الحرفيين بالنسبة لي أعجبتني هذه الأنشودة لأنها تبين فضائل الحرفيين أنتج أقترح صانعا تقليديا وأتحدث عنه إذن كل واحد من المتعلم المتعلمات سيختار إحدى الصناع التقليديين في حرفة معينة ثم يتحدث عنه أن أخترت صانع الخزف إذن صانع الخزف فنان مبدع يقضي ساعات طويلة في تشكيل تحفتي حتى تصل إلينا آنية أو مزهرية غاية في الجمال إذن صانع الخزف فنان مبدع يقضي ساعات طويلة في تشكيل تحفتي حتى تصل إلينا آنية أو مزهرية غاية في الجمال أبدأ رأيي في الحرف اليدوية التقليدية إذن الحرف اليدوية التقليدية حرف لها قيمة مهمة وهي فنون متقنة علينا الحفاظ عليها لأنها تذكرنا بحضاراتنا المغربية إذن الحرف اليدوية التقليدية حرف لها قيمة مهمة وهي فنون متقنة علينا الحفاظ عليها لأنها تذكرنا بحضارتنا المغربية إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أضرب لكم موعدا في فيديو قادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه مع السلامة ترجمة نانسي قنقر